تستعد روسيا لنقل أحدث غواصة تعمل بطاقة نووية ومزودة بصواريخ بارستية إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كاماتشاتيكا أغسطس المقبل دخلت الغواصة الروسية الخدمة في نهاية العام الماضي وتحمل ما يصل إلى 16 صاروخا من طراز بولافا برؤوس نووية وتأتي هذه الخطوة الروسية في إطار جهود تبذلها موسكو لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهاتف تحمل 16 صاروخا وتحتوي رؤوسا نووية هي الغواصة الروسية جنراليزمو سوفوروف تنتمي الغواصة إلى مشروع بوري اي للصواريخ الاستراتيجية الحاملة للصواريخ النووية من طراز بولافا وتعد من أكثر الغواصات الاستراتيجية إتقنا وحدثة وتم طلاء جسمها بطبقة رقيقة من المطاط لتزداد سرعتها تحت الماء وقدرتها على تخفي من الرادارات المائية أما بقية المواصفات التقنية والتصميمية للغواصة فتعد سرية الغواصة هي ثانية غواصة حاملة لصواريخ النووية من ضمن مشروع بوري اي والغواصة السادسة من مشروع بوري بشكل عام ترجمة نانسي قنقر